اشتركوا في القناة والتعليم بجميع اقضاعاتها ذات العلاقة وقد هيأت الوزارة جميع السبل والامكانات اللازمة لاستيعاب جميع الطلبة في مختلف المناطق التعليمية بالمحافظات كافة بما في ذلك زيادة اعمال الصيانة الوقائية للمدارس وصيانة مكيفاتها وتركيب مكيفات جديدة وتلبية حاجتها من الكوادر البشرية وزيادة عدد الفصول الدراسية فيها وزيادة عدد عمال النظافة بها مع تسليمها الكتب قبل بدء العام الدراسي بوقت كافل لضمان توزيعها في اول يوم دراسي على جميع الطلبة مع توفير خدمة المواصلات المدرسية للطلبة الى جانب التوسع في استقطابهم ودمجهم في التعليم الحكومي وزيادة عدد العاملين الداعمين لهم فتحت المدارس وابوابها لاستقبال الطلبة لبدء عام دراسي جديد مليء بالمتعة والتعلم تجهيزات مناسبة تم إعدادها في اليوم الأول لاستقبال الطلبة أعدتها المدارس الحكومية بهدف تحقيق عودة سلسة وممتعة إلى مقاعد الدراسة حرصت المدرسة على أن يبدأ الدوام المدرسي والجدول المدرسي منذ أول يوم دراسي تم توزيع الجداول المدرسي على أولياء الأمور في اللقاءات التعريفية تطعنا أن نحقق أو نعزز الشراكة المجتمعية التي كنا نهدف لها أشكر ابنائنا الطلبة كان اليوم جدا سلس من حيث تنظيم السيارات عبور الطلبة إلى المدرسة واستقبالهم أبنا بعدات خطة منظمة حك تهيئة الصف الأول مع إدارة المدرسة وضعنا عدة محطات عشان نهيئ البنات ونحببها في المدرسة قطط المدرسية عدت مسبقا لمثل هذا اليوم من خلال تهيئتهم وتعريفهم بالمرافق المدرسية ومحتوها وطرق المحافظة عليها بالإضافة إلى وجود كادر مؤهل من المعلمين جهود متواصلة من قبل وزارة التربية والتعليم ترجمت على أرض الواقع فالابتسامة طالت وجوه أولياء الأمور قبل الطلاب مستعدين للعام الدراسي الجديد ونشكر وزارة التربية والتعليم التقبال جدا رائع صراحة من المدرسة من مديرة المدرسة القائمين على هالواجب يعني كلنا مستانسين فرحانين بعودة العلم عودة المدرسة وإن شاء الله المستقبل قدامهم شعور ما شاء الله ويدزين أن برجع وبتعلم بكمل دراستي أنا كنت يعلم صدمة أن أستانس لأن المديرة قد ما تقدر تخلينا نستانس حمسة عشان أدرس أشياء يديدة وأتعلم أول يوم مدرسة إن شاء الله تكون السنة خير علينا في هذا اليوم أنا طبعا فرحان ومتحمس أنه اليوم الأول الخططي لنا أنا أقسم يومي في الدراسة واللعب والراحة اليوم جينا للمدرسة حق نتعلم لأصدقائنا نستانس قستانس وفرحان يعني أروح المدرسة وأكتب أروح صف الأول يعني أكبر أصيد دكتورة شرطية بداية أمس كنت متحمس عشان أقدر أخوض مرحلة جديدة وأخوض تجربة جديدة بحياتي أنا كنت فخورة أن أشوف معلماتي والمديرة والطالبات صديقاتي عادي كنت الإجازة ما أبيها السجي كنت أبيها الطي خلاص أحب أشكر صادتنا على الترحيب الحار وحاب أشكرهم على التنظيم بيئة مناسبة للتعليم والمعرفة حققتها المدارس الحكومية بفضل التطوير المتواصل للتعليم في مملكة البحرين والذي يواكب التطورات العالمية في هذا المجال لتخريج أجيال مميزة ترفع عالم المملكة في مختلف المحافل شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين